يا عاطيكم العافية مشاهدينا و اهلا و سهلا فيكم بقناة كوكينج بانيس فود نحنا اليوم زاء الله راد بدنا نعمل سوا مقلوبة الارنبيت كتير طيبة بنصحكم ازعانكم عزيم تعملوا عدة مناسف منا تعملوا حدا تبولي فاتوش اي نوع سلاد انتو بتحبو بيطلع عندكو غدا غير شكل و لنبلش سوا بتحضير المقلوبة لتحضير المقلوبة انا بحاجة لارنبيت لجزر لجاج لبصل لعدة مكونات بتلاقوها ان شاء الله بصندوق الوصف بتلاقو كل المقادير عندكم لنبلش انا بحاجة لارنبيتها كاملة بدي غسلها كتير منيح و اشرب هاي الطريقة متل ما عم بتشوفو وبحمي زيت النباتي عندي منيح و بقلي الارنبيت ليصير لونه ضهبة ضروري مقلوبة الارنبيت بجهز لها كل مكوناتها و برجع طبقها لانه هي مقلوبة بتكون تجهزوا كل شي وبترجعوا بتضبطوه بالطنجرة عندكم لتطبخوها كمان انا بحاجة لجاج تقريبا كيلو انا استعملت هون عندي فخادة جاج سلقتن و عم شلن زفرن و برجع شو بعمل كمان بحط لن البهارات كرمان يعطوني نكهة طيبة بمرأة جاج اللي لح اطبخ فيه المقلوبة بدي اعطيكم نصيحة بطبخ دايما سلق الجاج او اللحوم دايما استعملوا البصل وقته بتسلقوا اللحمة والجاج بعد ما انتو تشيلوا الزفر دايما استعملوا البصل البصل بنكهلكو كتير المرأة طيبة حتى زا عندكو كرافس جزر بقدونس كمان زدوه عندكو للمرأة للمرأة اللي انتو بتكون تطبخو فيه بيطلع بيتنكه طيب و بيطلع بينكهلكو الطبقي اللي انتو عم بتجرب بقطيب طعمي ممكن تحصلوا عليها بنكمل التحضير كمان انا قطعت تقريبا حوالي نس كيلو من الجزر متل ما شايفين قطعتن لحجم وسط و كمان بدي قليون على هون هاي اضافة زيادة انا مني حتى اعطي المقلوبة عندي لون عدة الوان فيكو انتو ما تحطوا الجزر فيكو ما تحطوه بس بنصحكو عملوا المقلوبة بنفس المقلوبة بنفس الطريقة و ان شاء الله بتحصلوا على قطيب مقلوبة ممكن تعملوها هلا بدي بلج بتحضير الرز لتجهيز الرز انا استعملت اليوم كوبين من الرز البسمتي الحبي طويلة بدي اخصله كتير منيح كتير كتير منيح من النشا اللي فيه برجع كمان بحطه بمصفي و اخصله منيح من النشا حتى كل هالنشا بيطلع برجع بدي انقعه اقل شي لمدة ربع ساعة بماء دافية مع معلقة ملح كبيرة بعد ما انقعه هالنقعة كمان بدي ارجع اخصله مرة تانية و برجع ساعتها بجهزه مع البهارات اللي بدي اياها كلمير طب مقلوبة عندي هلا بهارات المقلوبة معروفين مش كتار متر غير مناسب بديك عدة بهارات بدنا نحط ملح تقريبا لمقدار الكبايتين انا بحاجي لملح تقريبا معلقة كبيرة هلا هون الملح حسب الرغبة في ناس مع ضغط ما بتملح وكمان انا بحاجي لكمون هيدا هو اللي بتميز فيه مقلوبة القرنبيط انا بحاجي لبهار الكمون بدي لهيدا العيار مع علاقتين كبار من الكمون وحرك الرز عندي كتير منيح ليتشرب كل نكهة الكمون والملح بدرك الرز تقريبا شي عشر دقايق منقوع بالكمون حتى يتشرب نكهت هالبهار الطيب بعد ما بنكه الرز هون ساعتها بدي بلش بتحضير المقلوبة انا بحاجي لتقريبا ثلاث بصلات كبار بدي حط زيت نباتي عندي بالمقلوب فيك وسمني بس انا بفضل استعمل هون الزيت بشرح البصل عندي جوانح متل ما شايفين متل الإقمار وبقليون منيح ليسيروا عندي لون دهبي بجيب القرنبيط يلي انا جهزته والجزر كمان والجيش كمان يلي انا مجهزته مع مرأ الجيش شو بعمل بضيف الجزر فوق البصل عندي متل ما عم بتشوفه بضيفه بهالطريقة كمان بجيب قرنبيط وبضيفه شو بعمل هون بجيب الرز يلي انا جهزته بضيفه فوق الخليط هلا هون انا بكون مطفي النار بعد ما قلي البصل بتطفي النار وبطبق الأرنبيط عندي برجع بعد ما طبقه بولع تحته هلا هون زيت الرز انا عندي بجيب انا شو بجيب المرأ الجاجي اللي انا سلقت وشوفه المرأ كيف كسب هاللون الطيب من الخضرة من البهارات والبصل هيدا المرأ هو اللي حيعطيني الطعم الطيبي لمقلوبة الأرنبيط ضفت المرأ عندي انا بحاجي لأربع اكواب من مرأ الجاج لكوبان الرز بس انا لانو عندي خضرة بالكعب عندي جزر والقرنبيط حتى لو قليتهم كمان انا بدي اياهوني تنكهوا من مرأ الجاج فانا هون انا بحاجي بضيف اربع اكواب ونص من مرأ الجاج عندي بعد ما بشوف المرأ غلي عندي مع الرز بوطي النار تحت على نار هادي وبغطي طنجة وبتركها التكتيك على المهلة لحتى تستوي بدا تقريبا 20 ديئة تكون القرنبيط والجزر والرز كله استوى عندي وصار غير شكل مرأة الربع ساعة استوى عندي كل شي وكمان جحست الجاج متل ما شايفين قلبته وتركت انا شوية ارنبيط عجنب مع جزر حتى زين فيه شوية المنصف كمان قليت شوية قلوبات كاجوس نوبا لوز يلي متوفر عنكو كمان قليت زبيب حتى زين المنصف عزائي المشاهدين من قناة كوكين لبني سفود بتمنى تعجبكم مقلوبة الارنبيط في حال عجبتكن ما تنسوا تدعمونا باللايك والسبسكرايب واهلا وسهلا فيكن لقناة كوكين لبني سفود